تتواصل حملة الإغاثة البحرينية جمع التبرعات لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب كل من سوريا وتركيا وتسبب بأضرار جسيمة على الأفراد والبنية التحتية نعم حيث وصل مجموع التبرعات إلى أكثر من ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة وأربعين ألف دولار وكانت وزارة الإعلام قد نفذت بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حملة وطنية لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا وقدم البحرينيون في الحملة التي جاءت بعنيوان يوم التضامن أروع صور الفزع والتضامن مع الأشقاء في سوريا وتركيا المتضررين من الزلزال وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قد أكد على حرص المؤسسة على تقديم المساعدات الدائمة لبناء الإنسان والأرض والتي لها استمرارية في المنفعة وتنمية الإنسان